صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 82 لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها وقضت المادة الأولى من القرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة عبد الرحمن أبو زرع المحرم عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المحكمة العليا نائبا لرئيس اللجنة وعضوية كل من مدير مكتب رئاسة الجمهورية وزراء الداخلية والعدل والشؤون القانونية وحقوق الإنسان والتربية والتعليم وصعة العامة والسكان والمالية والأوقاف والإرشاد والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والنائب العام ورئيس مصلحة السجون وقضت المادة الثانية من القرار أن يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها فيما قضت المادة الثالثة أن تتولى اللجنة المهام التالية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الإصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة الوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الآليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا اقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية اشتركوا في القناة